اشتركوا في القناة اشببت ان اشارككم هذه التجربة في الحقيقة فمؤخرا بدأت افكر بانه ليس علي عرض التجارب الناجحة فقط فحتى التجارب التي لم تنجح حتى هي بها استفادة حتى هي يمكننا ان نستفيد ربما احيانا منها اكتر من التجارب التي يعني او العطال التي تم اصلاحها فالحقيقة دي الفكرة اظن بانها لا بأس بي لا بأس بنشر حتى الفيديوهات العطال التي لم استطع اصلاحها فلربما شخص اخر يعرف كيف يصلحها استفيد ونستفيد جميعا يعني كانت فكرة جيدة اليوم سوف نبدأ بمثل هذا النموذج من العطال التي لم استطع اصلاحه وهو هاتف جي وان او جي مئة وعشرون جي مئة وبار www Erin-radio-radio-radio.com هاتف معي congressماردي lance sum soll i اصلاح 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 لاحظوا معي شاشة الباور سبلاي تلاحظوا معي الشاشة نعم عند الضغط على مفتاح التشغيل تظهر تحميله يعني كما تشاهدون على شاشة الأمبير وتبقى ثابتة هي حقيقة تشبه نوع الماء تشبه نوع الماء مشكل البوت فحتى عدة تجارب قلت بها على أعطاء البوت يعني خلال في البوت حتى البوت يعطي تحميله وتبقى ثابتة يعني هو نفس تقريبا التحميلة تبقى ثابتة ولكنها ليست مشكلة بوت ففي الحقيقة حرته مع هذا العطل حرته والله حرته مع هذا لم أفهم أين هو المشكل أو ما هي القطعة المتسببة في هذا النوع من العطاء لأننا يمكن نجد تحميلة مشابهة أخرى وهي ليست نفس العطل فمثلا قد نجد هاتف به نفس التحميلة قد يصلح من قطعة معين أو كما قلت هو بوت إلى آخره فيعني ليس دائما إذا كانت تحميلة تابتة يعني عطل ما وإنما قد نقول غالبا قد نقول أحيانا ليس دائما لأن العطال أحيانا تتشابه من ناحية التحميلة إذا لاحظوا معين عندما أقول التحميلة يعني شاشة السحب يعني شاشة السحب على شاشة الأمبير إذا لاحظوا ما عنده الدغط على المفتاح تبقى قيمة تابتة في الحقيقة يعني قمت بعدة قياسات التي هي معروفة كقياس كونيكتور البطارية كقياس فولت المفتاح الباور والتدقيق وفحص البرضة كيف حال وهل الهاتف يدخل إلى وضع التحميل كل هذه الأشياء يعني قمت بها ووجدت أنها سليمة إذا لاحظوا معي فهذا كما نقول نحن ممانعة الهاتف هي ممانعة طبيعية يعني قيمة والناحية الأخرى ما لنهاية يعني هذه الأشياء هي معروفة وأمر طبيعي أن نقوم بها عند عملية إصلاح الهاتف يعني هذه الأمور الكل يعرفها والحمد لله فأيضا قمت من جديد بتوصيل الهاتف مع الـ Power Supply نعم مع مولد الكهرباء طبعا دائما على 4 فولت أو 4.1 فهي قيمة كافية لتشغيل الهاتف بشكل جيد وقمت بقياس هل الفولت واصل إلى المفتاح الـ Power للتذكير فهذا النوع من الهاتف يتم في طريقة تصنيعه يتم دمج IC الـ Power أو وحدة التغذية الرئيسية للكهرباء مع المعالج لأن IC الـ Power هنا في هذا النوع من الهاتف هو مدمج مع المعالج نعم يعني المعالج التهم IC الـ Power أو وحدة التغذية لتوزيع الكهرباء إذن مفتاح الـ Power يصل له الفولت بشكل طبيعي يصل له الفولت بشكل طبيعي إذن نلاحظ هنا بأن مفتاح الـ Power ليس به أي عطل وليست هناك أي تسريب يعني للـ Volt الواصل إلى مفتاح الـ Power في الحقيقة لم أفهم لم أفهم حتى الهاتف لا يدخل إلى وضع التحميل ولا يتصنه مع الحاسوب وحتى بيطة كابل دولودمود يعني كابل وضع إدخال الهاتف إلى وضع التحميل لا يعطي أي نتيجة نعم إذن لا يعطي أي نتيجة يعني الهاتف لا يدخل إلى وضع التحميل يعني في الحقيقة هذا عطل غريب والغريب في الأمر أن البرضة تظهر جديدة نظيفة ليست عليه أي أعطار إصلاح أي لا شيء لا شيء يعني لا شيء يعني كمان اللحظة في الحقيقة عطار إنتباهي احتمالين احتمالين ربما هم اللذان قد يكون متسببين في العطل الاحتمال الأول هو كريستال التوقيت كان هناك يعني وضعت احتمال يعني بعدما لم أصل إلى أي حل ولم أفهم جيد العطل وضعت احتمال أن يكون مشكلة كريستال التوقيت لأن بالفعل كريستال التوقيت أحيانا يمكن أن تدخل في منظومة فصل الهاتف عن التشغيل أحيانا وليس دائما أحيانا وجود خلل في كريستال التوقيت يمكن أن تسبب في عدم اشتغال الهاتف إذا حصلت على بعض البورد من الخردة لهاتف النوقية فكما نعلم فكريستال التوقيت هي متشابهة كريستال التوقيت هي متشابهة يمكن أن تشتغل في جميع الهاتف لأنها تخرج نفس القيمة للترددات الخاصة بكريستال التوقيت إما نستنتج ونفهم بأنه يمكننا تشغيلها من هاتف إلى هاتف آخر لا مشكلة في ذلك وكيفما كان نوعه نعم إذا قمت بإزالة كريستال التوقيت من الهاتف والحصول عليها من هاتف نوكيا أو من هاتف سامسونج لا مشكلة كل ما يهمنا أن تكون تشبه تلك الكريستال نمنح الحجم حتى نقوم بتتبيتها في مكانها إذا قمت بإزالتها من هاتف نوكيا ووضعها على الهاتف نعم بهذا الشكل إذا حتى أنا نطيلها في الشرح نعم بهذا الشكل ثم بعد ذلك قمت بالتجربة ومع الأسف الشديد لم تنجح العملية يعني لا زال الهاتف به نفس المشكل يعني كأننا لم نفعل شيء يعني كأننا لم نفعل شيء يعني هذا مما يدل على أن كريستال التوقيت كانت سليمة والتي قمنا بتركيبها سليمة إذا هذه استنتاج جيد ونستنتج هنا بأننا يمكن الحصول على كريستال من هاتف آخر وتشتغل إذا كما نلاحظ فالهاتف بقي كما هو وفي الحقيقة أنا حرت في هذا العطل وفجأة خطرت ببالي فكرة فكرة لأنني وضعت الهاتف الجانبا وبقيت أفكر فعدت إليه فضغطت بإصبعي بشكل قوي على المعالج ضغطت عليه بشكل قوي على المعالج مباشرة يعني المعالج وICL Power فنحن عندما نتكلم عن هذا الهاتف فنحن نتكلم على ICL Power والمعالج إذا قلنا المعالج فنحن نقوله في نفس الوقت ICL Power وإذا قلنا ICL Power فنحن في نفس الوقت نقوله المعالج لأنهما مدمجين معا يعني أي خطوة تقوم بالتصليح فأنت تقصدهما معا نعم يعني ما نفهم هو أن الهاتف يبدأ عملية التشغيل ولكن الدائرة لا تكتمل يعني دائرة فتح الهاتف للباور أو اكتمال منظمة الباور للتشغيل الهاتف لا تكتمل يعني هناك نقص ما أنا لم أعرف هذا النقص ربما لأنني لست خبير ولا أعلم الكثير عن الهواتف إذن نلاحظ معي فبعد التوصيل إذا نلاحظ معي قمت بالضغط على المعالج وايسي الباور معا وليس الداكرة قمت بالضغط عليه يعني في البداية بشكل خفيف والتجربة وزدت الضغط قليلا وفي المرة التالية عندما ضغطت بشكل قوي اشتغل الهاتف اشتغل الهاتف إذا نلاحظ معي رغم الضغط بشكل خفيف لم يشتغل الهاتف فأعدت الكرة فأعدت الكرة يعني فصلت الهاتف عنه الكهرباء ثم ضغطت من جديد ولم يشتغل ولم ايأس بل أعدت الضغط من جديد بشكل قوي قليلا قوي قليلا فنعم يعني هنا لم يشتغل إذا لاحظوا معي لن ايأس سوف أعيد الكرة سوف أعيد الكرة حتى أتأكد جيدا إذا لاحظوا معي لاحظوا معي ها إذا اشتغل الهاتف إذا بعد الضغط على المعالج بشكل قوي قليلا اشتغل الهاتف بشكل طبيعي إذا هنا ماذا نستنتج أعتقد أعتقد والله أعلم أن هناك استنتاجين أو تحليلين إما أن أحد النقاط أسفل المعالج وآيسي الباور غير متصلة مع البردة أو أن هناك أحد المسارات وسط البردة بها تقطيع يعني تقطعت وسواء النقطة أو المسار فهي مسؤولة على تشغيل الهاتف فهي مسؤولة على تشغيل الهاتف إذا في الحقيقة قمت ببعض الخطوات وهي أول خطوة يعني عفوا قمت يعني بإزالة الحماية التي يعني بجانب المعالج لكي أقوم بتسخينه قليلا والضغط عليه قليلا لماذا؟ لأنه كما نعلم فهو في أسفله ومن جانبي توجد مادة لاصقة وتلك المادة اللاصقة إذا بقيت وأنا أقوم بالتسخين ربما المعالج شوف يلحبس اللحام أو يعني لأننا كما نعلم عندما نقوم بتسخين المعالج فهو قد يتمدد قليلا اللحام أو تحدث حركة معينة وإذا وجدت الضغط عليها يعني الأنفاس أنفاس يعني منحبسة فقد يحدث خلال الماء فيفضل يعني تحرير قليلا المعالج من المادة اللاصقة وتسخينه قليلا فلربما قد تنجح العملية لربما تلك النقاط أو النقطة التي يعني غير متصلة إلا عند الضغط لربما قد تتصل بعد عملية التسخين إذا لاحظوا معي قمت بإزالة المادة اللاصقة ثم وضع الرزينة من جديد ثم بعملية التسخين ووضع آدات فوق المعالج ربما قد تلتسق تلك النقطة أو يتم إصلاح الهاتف نعم ولكن يعني رغم كل هذه التجارب يعني قمت بالتجربة وبقي معي نفس المشكل بقي معي نفس المشكل يعني في خلاصة الأمر نستنتج بأن هناك بعض العطال في رأيه يصعب إصلاحها كوجود ما صار متقطع وسط البوردة يعني كي تحدد مكانه وتقوم بإصلاحه صعب جدا وخصوصا المعالج لأن هنا نستنتج بأن المشكلة في المعالج فلاحظوا معي يعني رغم التسخين عليه وإزالة الحماية من الجانب يعني يبقى معنا نفس المشكل ثم نعيد نفس الكرة لعمل يعني الضغط على المعالج فيشتغل الهاتف لاحظوا معي يعني عندما أضغط عليه بقوة فتلك الضغطة لا تعني بأن ربما نقطة التقت ما بين المعالج البوردة فيعني ذلك ربما حتى ما صار متقطع وسط البوردة التقى يعني عندما أضغط يلتقي يعني يكون به شق يعني منفصل عن بعضه البعض فبالضغط يلتقي فتكتمل الدائرة والسبب السبب يعني هذا العطل ربما سقطة قوية ربما هذه تعرض لسقطة قوية أو تعرض للفحص يعني اللي ربما جلس عليه أحد ربما مشى عليه أحد يعني بأقدامه فأدى إلى وجود خلل في البوردة أو المعالج إذن يا حبابي كما تشاهدون معي فرغم إصلاح هذا العطل إلا أننا استفدنا الكثير من الأشياء فربما بها الحركة نقوم بها في بعض الهواتف ربما قد تنفع معنا أحيانا على الأقل اشتغل الهاتف فنحصل على المعلومات والبيانات على الأقل نعرف القطعة التي بها خلل يعني هذه كانت يعني معلومة جديدة يعني قد نستخدمها أحيانا وليس دائما في معرفة نوع العطل وعلى الأقل تشغيل الهاتف وفهم ما يقع فمثلا لو لا هذه الحركة التي قمت بها لم أشتغل الهاتف ولما تيقنت بأنه بالفعل ولم أقوم بإصلاح المشكلة لأنني لا أستطيع أنا شخصيا أعترف لا أستطيع رفع المعالج وتركيب وآخر فهذه العملية صعبة علي صعبة علي ولم أصدق لأن قمت بها فالمعالج وخصوصا المعالج المحمي فالعملية صعبة جدا جدا إذن أحبابي أستودعكم الله وتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتواضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته